تظهر موظفو ومستخدمو المجلس الإقليمي القسوم صباح اليوم أمام محطة شرطة بئر السبع احتجاجا على ما اسمه تقاعس الشرطة في لجم الخارجين على القانون الذين قاموا بعشرات الاعتداءات على موظفي ومؤسسات المجلس المنتشرة في القرى على طول الشارع رقم 31 أصعب ما يمكن لموظفي الجمهور أن يمس الأمن والأمان الشخصي تباحهم في مقر عملهم وهذا ما حصل على مدار الأشهر الأخيرة في مجلس القسوم ووصلنا إلى وضع أن العمال تركون عملهم خوفا على حياتهم على سلامتهم والشرطة لا تقوم في عملها كما يجب نحن موجودين اليوم في مظاهرة هنيانة مع عمال المجلس بعد الأحداث العنف التي شهدها المجلس في الآون الأخيرة من حرق والاعتداء على المدير العام للمجلس وتهديد مساعدة المجلس وتهديد عمال آخرين في المجلس لذا أتينا هذا اليوم لنقوم بمظاهرة أمام الشرطة أو بالأحرى هناك شكوك في أن الشرطة لا تقوم بواجبها اتجاه المواطنين البدو المستخدمون رفعوا شعارات مناوئة للعنف وضد تقصير الشرطة مؤكدين رغبتهم في العمل في بيئة آمنة من خلال الوصول إلى المتهمين وتقديمهم للعدالة بعد إقصائهم عن الحيز العام أنا كمدير وكخصائي نفسي بحكي أنه الإحساس بالأمان هو الإش الأساسي للإنسان أن يقدر يعمله بشكل فريد ويعطي الأشياء كيفما لازم فعدم الوجود الأمان في مكان العمل لا يسمح لنا بالقيام بالعمل كما يجب شاركنا اليوم في هذه المظاهرة من أجل أن نحارب العنف لأن هذا العنف واجب على كل واحد إنسان عنده ضمير حي أن يحارب هذه الظاهرة التي باتت تهدد الجميع سواء في البيوت سواء في المكاتب سواء الموظفين سواء الموظفات ونحن لا ننسى أنه تم الاعتداء على العمال وعلى العاملين في مجلس القسوم عشرات المرات ولم تحرك الشرطة ساكنا شرطة إسرائيل عقبت بالقول إن العنف في المجتمع العربي هو قضية اجتماعية مرفوضة والشرطة تستخدم وسائل مختلفة في كل شكوى أو قضية جنائية وتواصل جهودها للقبض على المجرمين والخارجين على القانون ترجمة نانسي قنقر